موسيقى السادة والسيدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطابة وقاتكم بكل خير هذه نشرتنا الرئيسة لهذا اليوم نستهلها بالعناوين خادم الحرمين الشريفين اصدروا عددا من الأوامر الملكية خادم الحرمين الشريفين يأمر باستضافة ألفي حاج من دوي شهداء عاصفة الحزم من أبناء المملكة واليمن خادم الحرمين الشريفين وسمون العهد ونيان أمير دولة قطر بذكرى توليه مهم الحكم موسيقى وسط منظومة من الخدمات المتكاملة ضيوف الرحمن يتوافدون إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم والاستعداد ليوم التروية موسيقى موسيقى جاءت على النحو التالي اعفاء نائب أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير سعود بن عبد الرحمن بن ناصر من منصبه وتعين الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عبد العزيز آل مجرن نائبا لوزير الدفاع كما أصدر الملك أمرا بتعين الدكتور هشام بن عبد الرحمن للشيخ نائبا لرئيس هيئة حقوق الإنسان وتعين خالد بن محمد العبد الكريم مستشارا في الدوان الملكي وتعين نزار بن سليمان العلولة مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء كما أصدر الملك سلمان حفظه الله أمرا بتعين المهندس عالي بن محمد الزهراني محافظا للهيئة العليا للأمن الصناعي وتعين المهندس إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم المبارك مساعدا لوزير الاستثمار أصدر خادم الحرمين شريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة للسعود أمره باستضافة ألف حاج وحاج من أسر ذوي شهداء المشاركين في عاصمة الحزم من أبناء المملكة وألف حاج وحاج من أسر ذوي شهداء من الأشقاء في القوات اليمنية ذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والرشاد بعث خادم الحرمين شريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة للسعود والصاحب السمو الملكية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة للسعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة للصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بمناسبة ذكرى توليه مهم الحكم عرب الملك وولي العهد عن أصدق التهنئ أطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسموه ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق تحت قيادته الحكيمة اضطراد التقدم والازدهر كما بحث خادم الحرمين شريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة للسعود وصاحب السمو الملكية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة للسعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيات تهنئ لفخمة الرئيس فليبي جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزنبيق بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده لفخمة الرئيس زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا لفخمة الرئيس ناتاشا بيرك موسار رئيسة جمهورية سولوفينيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلديهما عرب الملك وولي العهد عن أصدق التهنئ وعطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخمتهم ولحكوماتهم وشعوبهم اضطراد التقدم والازدهار موسيقى بدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوافد إلى مخيمات مشعر ميناء استعدادا ليوم التروية غدا الثامن من شهر ذي الحجة تعد مخيمات من أكبر مدينة خيام بالعالم بمساحة تقدر بمليونين ومائة وتسعين ألف متر مربع إذ سكرت الجهات الحكومية جميع إمكاناتها المادية والبشرية لتوفير اشتراطات السلامة لجميع المساكن هذا ويواصل حجاج بيت الله الحرام التوافد إلى المسجد الحرام لتأدية طواف القدوم وسط جهود كبيرة من قبل الجهات الأمنية والرئاسة العامة لشؤون الحرمين تناقل ضيوف برنامج خادم الحرمين شريفين الحج والعمرة والزيارة كتبا إسلامية إثرائية ومجانية لا قد تفاعلا نظير شموليتها في تنوع اللغات العالمية عبرز كتاب حصن المسلم من بينه بثلاث عشرة لغات عالمية مختصرا من كتب إسلامية عدة أتناول إرشادات عن الذكر والدعاء من الكتاب والسنة أذلك تسهيل ضيوف الرحمن بالتثقيف والتوعية بالدين الإسلامي فعلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حددا من المبادرات التوعوية لموسم الحج تهدف إلى توعية الحجاج لتأدية منسكهم وفق الكتاب والسنة النبوية المطهرة عمها مبادرة وليال عشر وهي مبادرة توعوية علمية رقمية تعنى بنشر فضاء لأيام عشر دي الحج عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشاشات التفاعلية في المراكز التوعوية أعلنت شؤون الحرامين جاهزية مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم في موسم الحج هذا العام بتجهيز أكثر من 202.2 مليون عبوة لمواكبة الطلب المتزايد حيث وجهت بمضاعفة الجهود ورفع الطاقة الانتاجية القصوى حسب الحاجة لتصل إلى 200 ألف عبوة يوميا وقفت رئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على مبنى توسعة السعودية الثالثة للتأكد من جاهزية الخدمات المقدمة في المصليات وتهيئتها لحجاج بيت الله الحرام إضافة للمواقع المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة انطلقت فجر اليوم أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام التي تستمر لسبعة أيام يتم من خلالها نقل حجاج بيت الله الحرام عبر قطار المشاعر المقدسة بين محطاته التصع في ميناء وعرفات ومزدلفة حيث قمت الخطوط الحديدية سار بعمليات الصيانة والاختبار لتأكد من جاهزية جميع القطارات البالغ عددها سبعة عشر قطارا ومحطاتها وتم تطبيق أعلى المعايير الأمنية ومتطلبات الجودة لضمان تشغيله بنجاح بين تسعة محطات بل بين تسع محطات موزعة في المشاعر المقدسة أكملت وزارة الدفاع استعداداتها لمشاركة وحداتها المختلفة في خدمة حجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام نتابع هذا التقرير استمرارا للعمل المتواصل لتسخير جميع الإمكانات والطاقات البشرية لخدمة ضيوف الرحمن وتمكنهم من أداء مناسكهم وشعائرهم بكل يسر وسهولة وطمأنين وزارة الدفاع بوحداتها المختلفة تكمل استعداداتها لخدمة الحجاج خطط تضمن حفظ النظام لمواجهة أي أعمال تستهدف الإخلال بالأمن ومنع الممارسات المؤثرة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن وتكثيف الحضور الأمني والميداني لضمان سرعة الرصد والاستجابة بعثة متكاملة في المشاعر المقدسة جهزتها الخدمات الصحية في وزارة الدفاع من كوادر طبية وصحية ومستشفيات ثابتة وميدانية ومراكز إسعافية إلى جانب فرق طبية وإسعافية متنقلة إضافة إلى طائرات الإخلاء الطبي الجوي لنقل الحالات الطارئة إلى المستشفيات المساندة العديد من الخدمات تقوم بها وزارة الدفاع بالمشاركة مع الجهات المعنية بما يحقق توجهات وتطلعات القيادة لتوفير كامل الطاقات لضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء فريضة الحج في أجواء إيمانية كاملة محفوفة بالأمن والأمان ينفذ طيران الأمن مهمه وجولاته التفقدية خلال موسم الحج لمتابعة إنسيابية حركة المواصلات عبر الطرق التي تسلكها حافلات نقل ضيوف الرحمن عبر المنافذ وفي مختلف المواقع التي يقصدها الحجاج ليتمكنوا من أداء فريضة الحج في أجواء إيمانية محفوفة بالأمن والأمان نتابع طائرات الأمن عيون تجوب السماء لتتابع إنسيابية حركة ضيوف الرحمن كاميرا الإخبارية رافقت طيران الأمن في سماء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لمتابعة الحالة الأمنية للحجاج وتنفيذ مهمات الاستطلاع الجوي والإسناد للأجهزة الأمنية ومتابعة الحركة المرورية وتقديم الدعم اللوجستي لجميع الأجهزة الحكومية عبر طائرات مزودة بأحدث أجهزة المتابعة حجاج بيت الله الحرام آمنون ومطمئنون على الأرض وفي السماء استطلاع ومتابعة وتأهب هذا ما يقوم به طيران الأمن من خلال ضباط سعوديين مؤهلين تأهيلا عاليا لخدمة الحجاج أحلام الغامضي العاصمة المقدسة أكدت وزارة الصحة جاهزية منشآتها الصحية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاغر المقدسة خلال موسم حج هذا العام لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن عوضحت أنه جرى الاستعداد لتقديم الخدمات الصحية للحجاج في 14 منفذا جويا وبريا وبحريا إذ وصل عدد المستشفيات إلى 32 مستشفى و140 مركز صحي بكوادر صحية مؤهلة تقدر ب32 ألف ممارس صحي أجرت مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة أكثر من 270 عملية قسطرة قلبية وحد عشرة عملية قلب مفتوح لثمانين مستفيدا من ضيوف بيت الله الحرام عوضحت وزارة الصحة أن الإجراءات الطبية المقدمة شملت القسطرة التداخلية وجراحة القلب المفتوح فضلا عن العديد من الخدمات العلاجية الأخرى حذر مساعد وزير الصحة دكتور محمد العبدالعالي جميع الحجاج من التعرض لأشعة الشمس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تجنبا للإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحرارية لجميع الحجاج ارتفاع درجة حرارة الشمس أو التعرض لها بشكل مباشر من أخطر المهددات على صحتكم لسلامتكم دائما استخدموا المظلة واحرصوا على التوقي من أشعة الشمس ودرجات الحرارة والشرب السوائل بشكل متكرر وبشكل كافي انطلقت اليوم قافلة وزارة الصحة التي تقل حجاجا من مختلف الجنسيات يمثلون المرضى المنومين في مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة ليصالهم إلى المشاعر المقدسة وتمكينهم من استكمال الخطة العلاجية لهم وداء المناسك بذات الوقت حيث تم نقل الحجاج عبر سيارات إصعاف مجهزة ترافقهم كوادر طبية متخصصة نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل بمليار ومئتي ألف البرنامج السعودي لتنمية وعمار اليمن يطلق حزمة من المشاريع التنموية في حضرموت أهلا بكم من جديد لأول مرة أطلقت الهيئة العامة للنقل حافلات ذاتية القيادة لنقل الحجاج من عرفة إلى مزدلفة على ستة مسارات ولمسافة أربعة كيلو مترات نتابع هذا التقرير الهيئة العامة للنقل أطلقت هذا العام في موسم الحج مبادرة فريدة من نوعها لأول مرة وهي هذه الحافلات الذكية ذاتية القيادة نتعرف عليها أكثر مع المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل صالح الزويد حياك الله معنا أبرى قناة الإخبارية حياك الله يا أحمد بنتعرف على هذه المبادرة المميزة أحد الدرار الرئيسية للهيئة العامة للنقل هو تبني تقنيات النقل الحديثة والمساهمة بتفعيلها وموائمة التشريعات والتنظيمات لتطبيقها في كل مختلف مناطق المملكة اليوم نحن في موسم الحج هدفنا وهدف كل الجهات الحكومية هو توفير كل سبر الراحة والخدمات لحجاج بيت الله الحرام هذه الحافلة تقدم لأول مرة لحجاج بيت الله الحرام حافلة ذاتية القيادة تستطيع السير بسرعة 30 كيلو متر تم تخصيص مسار رقم 6 كامل المسار بيكون مخصص لهذه الحافلة بحيث تنقل للحجاج من داخل المشاعر المقدسة اليوم هذه تقنية حديثة هدفنا تجربتها تؤكد ملاءمتها ومناسبتها لتقديمها لحجاج بيت الله الحرام ومن ثم دراسة هذه التجربة والاستنتاج من تجارب عديدة مثل من التجارب الأخرى موضوع الاسفوتر الكهربائي أو مثل النظارة الافتراضية أو الطيارة الدرون هذا في هيئة النقل وفي تجربات أخرى وتقنية أخرى في منظومة النقل والخدمات اللوجستية إن شاء الله سينعم الحجاج وسيستخدمون هذه الحافلة بحيث نسرع عملية التنقل للحجاج وأيضا نساهم في توفير سبل راحة وأمان خاصة لكبار السلم هذه الحافلة تتسع لـ 11 راكب يستطيعون التنقل بين المشاعر المقدسة من خلال هذه الحافلة أحمد غالي المشاعر المقدسة جهزت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 48 مركزا ونقطة توزيع الميدانية ونقطة بث لاسلكية متنقلة مزودة بعدد من الوسائل الحديثة ذات الجودة العالية لخدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام كما كلفت الرئاسة العامة على العمل بهذه المواقع أكثر من 700 موظف ميداني من ذوي الكفاءات والخبرات المؤهلين يشرف عليهم عدد من قيادات الرئاسة العامة ومسؤوليها للحرص على تقديم الخدمات بكفاءة وجودة إنجاز تسعى أمانة العاصمة المقدسة إلى تحسين خدماتها وتطويرها باستخدام التقليات الحديثة خلال موسم هذا الحج بما في ذلك تفعيل الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة الحجاج وتوفير جميع الخدمات لهم وتطبيق مجموعة من الحلول الذكية لتسهيل إجراءاتهم بدأ المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العام أداء أعماله في موسم الحج لهذا العام وذلك لقياس رحلة أداء الحج للتعرف على مستوى رضى الحجاج عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم خلال أداء الفريضة وزيارة المسجد النبوي حيث تم اعتماد ثلاث أدوات للقياس وهي الاستبانات الإلكترونية والمقابلات البيضانية والمستفيد الخفي بهدف معرفة آراء الحجاج ومدارضهم عن ما يقدم لهم من خدمات هذا وأكد متحدث المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العام عادل أبو حيمد أن المركز يكيس رضى ضيوف الرحمن عن 75 خدمة تقدم لهم بهدف التحسين والتطوير نحن في مركز أداء أيضا بالتعاون والتشارك والتواصل مع الجهات الحكومية نتواجد في تقريبا خمس مواقع سواء في المطارات أو مراكز الخدمة أو حتى في المسجد الحرام والمسجد النبوي أيضا المشاعر المقدسة هناك أكثر من 18 جهة حكومية يتم من خلال هذه الجهات الحكومية تقديم أكثر من 75 خدمة للحجاج نحن دورنا تحديدا نعمل على قياس هذه الخدمات والتعرف على رضاء الحجاج والهدف هو التحسين والتطوير في رعاية وخدمة حجاج بيت الله الحرام يسخر الشباب والشابات السعوديون وقتهم وجهدهم ضاربين أروع صور الحفاوة وحسن الضيافة نتابع هذا التقرير يلا حج المبرور إن شاء الله زمه مخور شعوري وأنا أخدم الحجاج شعور جدا ما ينوصف لأنه أنا أخدم أهم ضيوف في العالم هم ضيوف الرحمن هذا يكون شرف لي أني أخدم ضيوف الرحمن وهم وأنا ساعدهم في موسم الحج يتفرغ مجموعة من الشباب والشابات السعوديين لموسم الحج تاركين منازلهم وأسرهم لخدمة ورعاية ضيوف الرحمن ضاربين أروع صور الحفاوة والرعاية شعور جدا رائع في خدمة حجاج بيت الله سبحان الله هذه خدمة يعني اصطفاها الله سبحانه وتعالى لنا إحنا يعني إحنا مطوفين حجاج بيت الله إحنا في خدمتهم إحنا في استقبالهم لطف ومعاملة حسنة وتسابق على خدمة الحاج فالجميع هنا ضيوف للرحمن وخدمتهم شرف للجميع الشباب والشابات السعوديون حريصون على رضا وراحة ضيوف الرحمن بابتسامة مرسومة على شفاههم مع مودة تصاحب أداء مهامهم هذا هو مركز ميداني من مراكز متعددة منتشرة على مختلف خطوط سير حجاج بيت الله الحرام هكذا هم الشباب السعوديون في موسم الحج للإخبارية زاهر المالكي مكة المكرمة تشارك جمعية الكشافة السعودية في العديد من الأعمال لخدمة ضيوف الرحمن كما تعمل على تجهيز فرقها قبل دخول موسم الحج لتقديم المساعدة في التوجيه والإرشاد لحجاج بيت الله الحرام نتابع تشارك جمعية الكشافة العربية السعودية في موسم الحج كل عام وتحضر منذ وقت مبكر لنشر فرقها في استكشاف واستطلاع مواقع خدمة الحجاج لتقوم بعد ذلك بإرشادهم وتوجيههم وقت الحاجة نحن هنا جوالة المملكة العربية السعودية نجتمع سنويا في موسم الحج لخدمة حجاج ضيوف الرحمن وتسهيل آلياتهم وأمورهم من حيث خدماتهم من وجهة إرشاد والتوجيه حيث نجتمع قبل بداية موسم الحج بعشرة أيام لإعداد الشباب وتأهيلهم لخدمة ضيوف الرحمن مهام كبيرة ومختلفة تقوم بها فرق الكشافة من توجيه وإرشاد وخدمات الترجمة ومساعدة لكبار السن والمحتاجين فخدمة ضيوف الرحمن شرف لكل فرد يشارك في موسم الحج إذ تتمثل مساعدة الحجاج وتسهيل نسقهم غاية لأفراد جمعية الكشافة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين هو الذي عودنا على خدمة ضيوف الرحمن فخدمة ضيوف الرحمن شرف لكل سعودي لأننا نخدم ليس ضيفنا في بيتنا بل ضيف رب العزة والجلال في مشعر الحرام الإخبارية الممرشد مكة المكرمة فيما يلي مشاعر تعبر عنها الحاجة العراقية شكري حسين البالغة من العمر 82 عاما لحظة رؤيتها الكعبة المشرفة للمرة الأولى نتابع وستر عليك خليه تقلي تروحين وياي بعفوية ونقاء هذه الحاجة العراقية التي فاضت مشاعرها في رحاب الرحمة فرحاً وكرماً فما كان تعبيرها إلا دعوة لنا لبلادها في صمت في صمت وتأمل تملأه الطمأنينة جلست شكري حسين أمام الكعبة للمرة الأولى فلم تكن الكلمات قادرة بما يكفي على سرد مشاعر الحلم الذي طال تجسده هذا فرحته فوايا هوايا يا بعد روحي من دعيت لكم والله يخليكم وسلم على جناني وعلى أولادي بعصاء تحسست بها الأرض التي لها إحساس بلهفة محبيها وابن استندت عليه رفيقاً يجسد أسمى معاني البر في مشاهد الحج ابتدأت شكرية رحلة العمر التي لا تصفها الكلمات وستحيي الصور على مر الزمان ذكراها لقناة الإخبارية داني القحطاني الحرم المكي الشريف توقع مركز الأرصاد أن يكون الطقس صحواً على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الساعات القادمة وعشر المركز إلى أن درجة الحرارة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تتراوح بين 45 و 46 درجة مئوية صرح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة تباشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية وجار استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها كان من أبرز القضايا التزوير والرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي معدد من مواطني ومقيمين يعملون في جهات حكومية وجهات أخرى متعاقدة مع تلك الجهات منها وزارة الدفاع البنك المركزي وزارة الصحة وزارة الداخلية البلديات وزارة التعليم الشركة السعودية للكهرباء وشركة أرامكو أكد المتحدث الرسمي أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العام أو مسألته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم عن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاء بهدف تحسين المشهد الحضري نفذت بلدية محافظة جزر فرسان مبدرة بدعوة عدد من المبدعين والمبدعات لعمل تشكيلات فنية في شاطئ الغدير في شراكة مع الفرق التطوعية في المحافظة نتابع هذا التقرير شراكات مجتمعية ومبادرات حية لتحسين المشهد الحضري تنفذها بلدية محافظة جزر فرسان تمثلت في دعوة عدد من الفنانين والفنانات من هوات الرسم والفن التشكيلي ليقدم أشكالا جمالية على أرصفة شاطئ الغدير هذا يعني يفتح المجال للآخرين بأن هناك إبداعات وطنية قادمة ولمسات صراحة الجميع بوهر فيها تهدف المبادرة إلى إضافة لمسات جمالية في الواجهات البحرية وأماكن التنزه رقنا أسبوعين في البداية في تجهيز الجزئية وخطة المشاور للأشكال الهندسية والقادم أجمل إن شاء الله للاستمرار في باقي الممر كامل لوحات بديعة امتزجت فيها ألوان الطبيعة بريشة الفنان لتضفي بعدا جماليا آخر على شواطئ جزر فرسان لقناة الإخبارية محمد اليامي جزر فرسان أما لن المشاهدين الكرام فننتقل بكم إلى مشعر منا حيث مراسلة أخبار السعودية الزميلة فدوى مطبقاني لتتحدث لنا عن آخر استعدادات الجهات الحكومية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام أهلا وسهلا بك فدوى إلى نشرة التاسعة والنصف ثم فدوى ضعين في أجواء المكان حيث أنت تقفين الآن في مشعر منا وقولي لنا عن أبرز الاستعدادات التي تستعد بها الجهات الخدمية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام خاصة في مشعر منا تفضلي فدوى نعم يسعد مساءك بكل خير يعني اليوم تم تفويج بعض الحجاج إلى مشعر منا بمشيئة الله تعالى استعدادا اليوم الأول من آداء مناسك الحاج يوم التروية العمل على قدم وصاق صورة حيوية نشيطة لتكاتف كافة القطاعات الخدمية الأمنية الصحية وأيضا الفرق التطوعية وكل ما يلامس احتياجات الحاج وأيضا تحقيق رحلة حاج آمنة على بيوف الرحمن من الداخل والخارج هنا على سبيل المثال أنقل لكم صورة القطاع الصحي واستعداده في مستشفى طوارئ منا وتحديدا في مركز القيادة والتحكم ولعل أيضا ضيفي الدكتور هاني الجخدار وهو وكيل الوزارة للصحة العامة وأيضا رئيس لجنة الحج التحضيرية سيطلعنا بالتأكيد على أهم وأبرز الاستعدادات أهلا بكم دكتور هاني يعني اليوم بدأنا نشهد تفويج حجاج بيت الله الحرام هنا إلى مشعر منا ما هي أبرز الاستعدادات التي تقفون أمامها من مهامات صحية طيب إحنا الحمد لله ربعالمين يعني جاهزين جدا إن شاء الله الاستعدادات عندنا في مشعر منا عندنا أربع مستشفيات مستشفى من الطوارئ مستشفى من الجسر ومستشفى من الوادي والشارع الجديد هذه أربع مستشفيات حوالي فيها ستمئة سرير فيها أكثر من مئة سرير عماية مركزة وفيها أكثر من مئة سرير ضربات حرارية وحدات حرارية كذلك عندنا في عرفات نفس العدد تقريبا في إجمالي عندنا حوالي ألف ومئة سرير وعندنا 220 سرير وحدات ضربات حرارية وكذلك عندنا حوالي 200 سرير أناية مركزة في المشاعر المقدسة أما بالنسبة للرعاية الأولية فعندنا مراكز رعاية أولية 140 مركز منها 49 مركز في مشعر عرفات وعندنا 25 في منا وعندنا 6 في مزدلفة وعندنا 16 مركز في الجمرات وعندنا كذلك مراكز صحية متنقلة جميع هذه الخدمات تقدم الخدمة الصحية والرعاية الصحية للحجاج كذلك عندنا سائرات تسعاف 190 سائرات تسعاف تقريبا تنقل المرضى من مواقع الإصابات أو تقدم نوع خدمات من مواقع الإصابات إلى المستشفيات أو مراكز الصحية هذه تقريبا بشكل مختصر خدمات الصحية التي تقدمها الوزارة بتأكيد اختلاف المناطق هنا في مشعر منا مثلا ما هي أبرز الحالات الصحية التي يتم مواجهتها هنا في هذا المستشفى احنا طبعا الحج هو نشاط بدني حاد فيه بيكون وكثير من الحجاج يعني يرغب أنه يتعب أكتر في الحج لكسب المزيد من الأجر فتلاقيه يبغى يمشي على رجله أكتر يبغى يكون يخرج في أوقات ممكن صعبة شوية لحد ما الجلوس تحت شعة الشمس المباشر ولذلك احنا ننصح الحجاج جدا بالحفاظ على وجود مظلة معهم خوزنا فوقات النهار من الصباح من الساعة عشر الصباح إلى أربع العصر تقريبا الشمس حارة مهم جدا يكون يعني بيحصل على كمية من السوائل عالية جدا الموية جدا مهمة شرب الماء بشكل مستمر بشكل منتظم بكميات كبيرة الحفاظ على الصحة إذا عنده أي أمراض مزمنة يحافظ على أخذ الدواء إذا كان هو مريض سكري مريض ضغط إذا كان طالع يمش بمسافة طويلة مهم أن نكون لابس حذاء واقي بشكل جيد يعني من الصعب جدا أن نلبس أحذية خفيفة هذه البلاستيك الجدا خفيفة لأنها بتتعب لرجله في الآخر قد يصاب في القدم والكاحل مهم جدا أن يكون إذا شعر بقي إجهاد يتوقف لا يكمل المجهود اللي هو بيسويه هذه النقاط الأساسية وأرجع أركز بشكل كبير جدا على المظلات وعدم الخروج تحت شاعات الشمس بشكل مباشر والجلوس فيها وقت طويل شكرا لك دكتور هاني ديكم ألف عافية كان معي في اللقاء دكتور هاني جوخدار وهو وكيل وزارة الصحة العامة وكما نوه ضيفي بالتأكيد أهمية الاتباع والالتزام بإجراءات السلامة الصحية واستخدام المظلة في الأوقات النهارية طبعا كافة الاستعدادات وكافة أيضا الجهود التي تقدم من قبل الجهود من قبل الجهات عفوا مستمرة المخيمات في ميناء ولله الحمد مجهزة بأدق التفاصيل وبكافة إجراءات الأمن والسلامة لضمان حاج آمن بمشيئة الله تعالى على ضيوف الرحمن هذا كل ما لدي أعود إليك بالصوت والصورة نعم الزميلة فدوام طبقاني وأنت مراسلة تخبار السعودية كنت معنا مباشرة من مشعري ميناء شكرا جزيلا لك على هذه التغطية وشكرا أيضا لضيفك الكريم على كل هذه الإحاطة وهذه المعلومات شكرا لكم أعلن برنامج البرنامج السعودي لأعمار اليمن حزمة من المشاريع التنموية في حضر موت تتجاوز تكلفتها المليار ومئتي ألف ريال شملت المشاريع قطاعات الصحة والطاقة والتعليم والمياه والنقل يذكر أن البرنامج السعودي يقدم مائتين وتسعة وعشرين مشروعا ومبادرات تنموية في عدد من البدن والمحافظات اليمنية نشرتنا مشاهدين الكرام انتهت وفي ميالي تذكير لأبرز ما جاء فيها خادم الحرمين شريفين نصدر عددا من الأوامر الملكية خادم الحرمين شريفين يأمر باستضافة الفيحاج من دوي شهداء عاصفة الحزم من أبناء المملكة واليمن خادم الحرمين شريفين وسمور العهد ونيان أمير دولة قطر بذكر توليه مهم الحكم عصد منظومة من الخدمات المتكاملة ضيوف الرحمن يتوافدون إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم والاستعداد ليوم التروية الشكر والثناء جزيلا لكم مشاهدي الكرام على كرم الإصغاء والمتابعة القاكم على خير دمتم بحفظ الله ورعايته لبيك الله